خرفرج مشروع قانون المالية لسنة 2016 عن زيادات في مختلف المجالات من بينها قطاع الأجهزة الإلكترونية المستوردة أو في مقدمتها الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة إيشام شريف يفصل في هذا الموضوع يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني قريبا في مناقشة مشروع قانون المالية سنة 2016 قانون يحمل في طياته زيادة ورفع لتسعيرات حيث لم يستثنى فيه الشق التكنولوجية فالضرائب المقررة في ذاك القانون ستحتم زيادة في أسعار الهواتف النقالة والحواسيب الإلكترونية المستوردة لو كانت الضرائب تكتر كثير رح تشكل عبء على المواطن ورح تكون تنقص بالقدرة الشرائية وهذا يجعلنا منحضر ومنحضر كل التكنولوجيا التي عندنا إذا كان زادوا في تسعيرات المواد المستوردة في الإعلام الآلي والتكنولوجيا والهواتف النقالة هذا الزيادة رح تكون التطبيق تحها رح يكون ديركتومه على الكنسوماتور في نال يعني على المواطن البسيط نحن نتمنى تكون بمعقولة المواطن البسيط ليسحق هاتف ولا جهاز إلكتروني ولا تكنولوجي يقدر يكون يعني يلحق له الإجراءات التي يحملها قانون مالية سنة 2016 خاصة فيما يتعلق بشق الإلكترونية قد تدفع بالزابون لاختيار منتوجات إلكترونية تتناسب وقدرته الشرائية فعلاً لما ترفع القيمة لما ترفع على تاكس والإنبورتاسيون انتحاد البرودوية هذا بطبيعة الحال أسعار تعريحة تزيد وبالتالي مش رح يكون منافس للإنتاج المحلي ولكن هل فعلاً هناك إنتاج محلي يمكن أن يكون ويغطي حاجة السوق الوطني إلى آخر وسط تهرب ضريبي عند الكثير من المستوردين ومع قياب منتوج محلي مئة بالمئة تبقى الزيادة في أسعار الأجهزة الإلكترونية حلاً ظرفياً في انتظار مخططات حكومية لبعث مؤسسات جزائرية بحتها